السؤال دائم التردد على مسامع الكل يعني لن يخلو حديث ما بين اتنين أو أكتر إلا من سؤال يا طرى هل طرى إحنا ماشيين على فين؟ الدنيا هتبقى حلوة؟ ده سؤال دايماً بيتسئل والدنيا هتبقى حلوة في مسامع وفي رؤية وفي ذهن أي مواطن يعني الأسعار هتهدى حبة المسألة هتبقى أكثر هدوءاً أكثر لطفاً وبالمناسبة الناس يعني أنا النهاردة مثلاً كنت أعب بتكلم مع حد حبيبي يعني بيشتغل في شركة من شركات بتاعة التوصيل وسيارات الأجرة وما إلى ذلك ما ينفعش طبعاً نقول أسماء عشان الإعلانات لكن قال لي نصاً كده أحمد وأصبحنا أصدقاء بالمناسبة عشان وجدنا ما بيننا مساحات مشتركة كتير جداً قال لي بالزبط كده قال لي أنا فاهم وكل الناس فاهم أنه استحالة معدلات الأسعار ترجع زي مثلاً من سنتين فاتوا ده استحالة قلت له كويس قال لي لكن على الأقل تتضبط شوية يعني الراجل قال لي بالنص كده قال لي هو معقولة كيلو البصل يبقى أغلى من كيلو الفاكهة ده البصل ده بالذات يا أستاذ يوسف بالنص كده ده عصب البيت هو مفيش أكلة تخلو من البصل واستهلاكنا من البصل مش قليل ده نصاً أنا بقولك بأمانة لأنه الراجل حملني أمانة مشددة بالزبط كده بكل التشديد والنبي يا شيخ وحياته إلادك لا تقول ده نصاً قال لي البصل ما ينفعش يبقى بربعين جنيه قلت له والله يا أحمد هو شكله كده هيبدأ يحصل نزول في الأسعار قال لي أيها بس إمتى ما احنا برضو المسألة بقت صعبة علينا يا حبتين وده ربي مسأل لطيف قال لي الفطار اللي كنت بجيبه لي أنا وامراتي وبناتي الثلاثة كان بيكلفني 25 جنيه النهاردة نفس الفطار بقى بـ 70 والراجل اللي بنشتري من عنده الفطار بياخد السبعين وبيقلل الكميات ده السؤال اللي الناس طول الوقت بتسأله وده السؤال اللي لازم طول الوقت يلقى على طاولة الحكومة ونسأل الحكومة يا ترى يا هل ترى احنا مقدرين كل شيء ومقدرين كل المساعي الحسنة ومقدرين كل الإجراءات اللي بتحاولوا تعملوها مقدرين ومقدرين منتهى أو مقدرين الظروف اللي في منتهى الصعوبة اللي الكل بيشتغل تحت وطقتها لكن لازم نسمع من الحكومة تصور واضح بل شديد الوضوح عارف كده يقولك ايه يعني واضح زي الشمس لمسألة هنعمل ايه في الأسعار خلال الفترة المقبلة الناس متأملة خير في السنة الجديدة الناس متأملة خير في انه مصر تبقى فاعلة جوة البريكس والله ناس كلها بتتكلم في كده ده بجد بقى مش هتيجي تقول لي يعني رأي قولك اه كل الناس بتتكلم يقولك مش رحنا دخلنا البريكس يعني في يناير ان شاء الله الدنيا هتبقى أحسن مهم فالناس متأملة خير في قصة البريكس وانه مش هيبقى فيه ضغط جمد على الدولار وما إلى ذلك الناس متأملة خير بمنتهى الثقة فيما بعد الانتخابات وفخامة رئيس الجمهورية فحتى لما بتيجي تتناقش تقولهم يا جماعة الحاجات دي بتبقى بتاعت الحكومة الحكومة هي اللي بتحط القليات بتاعت ضبط الأسعار وضبط السوق والضرب بيد من حديد على المفتريين الغلان الناس اللي بتخزن المحتكرين إلى آخره إذن الناس عايزة إيه الناس عايزة تشوف قدامها الجسة يعني إيه الجسة ما هو إذا كان فيه احتكار فيه سلعة ما يبقى فيه على الأقل جسة اتنين تلاتة أربعة هم اللي محتكرين هذه السلعة الناس عايزة تشوف الجسة يعني إيه الناس عايزة تشوف أنه تم اتخاذ إجراء حقيقي حاسم حازم قاسم تجاه محتكر السلعة الفلانية واللي بيرفع أسعارها في السماء أي أنكنة السلعة زي ما تطلع مش دا المهم الناس عايزة كده عايزة تشوف قدامها دا طيب ليه الناس عايزة تشوف قدامها دا عشان هما مثلا عايزين يفرحوا في أنه فيه حد اطلطش لا لأنه الشخص أو المجموعة اللي هتطلطش دي وأنا أتصور أن دا عاجلا وليس آجل وقل أتمنى أن يكون عاجلا وليس آجل دي ناس تجرت بلقمة عيش وقوة الغلابة فلازم يطلطش أدي واحد اتنين ما هو لو طلطش كل اللي صغر منه هيتزبطه من طلطش تكبير يبقى ساعة إيه اللي هيحصل كل اللي تحتي دول الصغيرين هيتزبطه لأنه كله هقولك إذا كان المعلم فلان والحج ترتان طلطشه والحكومة جابتهم والأمو بقى لا يا عم احنا أصلا أصلا ما احناش نص الناس دي ما اللي هيتعمل معانا إيه أضبط الأداء هل اللطشة هي لأجل اللطشة لا المسألة مش كده خالص المسألة متعلقة بأنه هو السعر العادل كام هل كل السلع اللي عندنا بتباع بالسعر العادل لا هل كل السلع اللي من الوارد إنه يتحط عليها قيمتها السعرية تتختم فوق العبوة ده معناها إنها تتباع بالقيمة السعرية اللي على العبوة الحقيقة برضو لا أقولك لا قلي عشان أنا عارف إنه أكيد الحكومة تتسائل إزاي يعني يا يوسف أقولي سيادتك فند حضرتك الحاجة لو اتحطت على الرف واتحطت اتختمت سيبك من التيكت اللي على الرف اتختمت سعر العلبة دي 30 40 50 الرجل اللي في البقالة دي قصة تانية أنا أتمنى إنهم ينتهجوا نفس النهج ضد أي سلعة مغالة في سعرها لكن دي بالنسبة للناس قصة تانية قصة المقاطعة ده كوم وقصة غلاء الأسعار ده كوم تاني ومسألة الحاجة علشان خاله يجي يقولك هو أنا هقطع المستورد وقطع الدعمين اللي كانوا الصهيوني وكمان هقطع الشركات المحلية أم اللي العيل هتاكل منين عايز زدي العيل كبات لبن الصبح وبيضة مسلوقة ساندويتش فول أي حاجة يعني العيل لازم تفطر لازم تتغزى حلو لازم يرجع يلاقي غدا فيه بروتين كويس وفيه خضار وفيه نشويات لازم والعشة هيبقى خفيف لو جيت حسبتها كده وبالطريقة بتاعة تعامل الحكومة مع الأسواق هنوصل لمرحلة الاستحالة فإما إنه الحكومة تتخذ إجراء أو بالأدق لازم الحكومة الأول تقول لنا هي هتشتغل إزاي ونوية على إيه اتنين لازم فعلا تعمل اللي هي بتقوله تلاتة لازلت مصر على إنه السادة المحافظين الأجلاء لازم يشتغلوا بنشاط أكتر من كده بكتير يعني عشر مرات نشاطهم الحالي محدش يقول لي لأ ما احنا بنعمل لا يا فندم سيادتك ممكن تكون بتبزل مجهود كبير في حتت أما الحتت التانية المتعلقة بالمام وأسعار المام مش مبزول فيها مجهود ما أنا ممكن أنزل وصور الشوارع وصور المحلات وصور الأسعار واثبت لسيادتك إن حضرتك ما بتنزلش على حاجة لأنك لو حضرتك بتنزل إلا هيحصل إنه التجر هيتضبط هيتعدل طالما ما بتنزلش يبقى خلاص مولت بقى ده اللي مطلوب ودي الأمانة اللي أنا شايلها على ظهري وجاي النهاردة لو سمحتوا المسألة ما هياش سهلة كل التطورات اللي حوالينا بتقول إن المسألة ما هياش سهلة إذن إحنا بقى كحكومة نشتغل على ظبط السوق في الداخل وظبط الأسعار لأن التطورات اللي حوالينا شديدة الصعوبة اشتركوا في القناة